اهتمام الناس بالتصوير أثناء الطواف رضي كون الإخلاص حاضر ونشغال بسؤال الله عز وجل قبول العبادة لكن للأسف للأسف والله بعض الناس لدرجة أن بعض الناس الآن تشوف أنت أحيانا تشوف بعض المقاطع تجعل الكعبة وراه الكعبة وراه الآن معطي الكعبة ظهرها هذا ما لها طواف هذا الله يعوض خير راح عليها الطواف الذي يستدبر الكعبة بمثل هذه الطريقة وهو طائف يطوف ما لها طواف هذا مما يبطل الطواف ولذلك يتنبه الناس أولا ترك التصوير أثناء العبادة أنت قاعد الآن تستعرض وتقول لي الناس شوفوني أنا أعبد الله وأنا قاعد أطوف وكذا ولا جاي تطرب ما عند الله عز وجل وتبكي على خطيئتك وتبكي على ذنبك وتقصيرك تقول يا رب أهم شيء تغفر لي عجيب أمر الناس والله عجيب المقصود لو حصل بحيث أنك وأنت تطوف تصور نفسك أو تصور جماعتك اللي معاك واستدبرت الكعبة جعلتها وراء ظهرك ولو لحظة الله يخلف على الطواف بعض العلم يقول يبطل الشوط اللي هو فيه بعض العلم يقول يبطل الطواف وأنا لن أرجح حتى يفهم الناس خطورة هذا الأمر لابد أن يفهم الناس خطورة هذا الأمر وبعدين يا أخواني بارك الله فيكم حرصوا على الإخلاص بتعدوا عن الرياء هذا الرياء هذا لما تصور وترسل للناس تقول شوفوني أنا في الطواف أو شوفوني أنا في السعي أو شوفوني أنا كذا ما معنى ذلك معنى أن عملك أصبح للناس وليس لله عز وجل فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم وحرصوا على إخلاص النية وإصلاح الطوية وحرصوا على أن يكون العمل لله عز وجل وحده لا شريك له